اهلا بكم معكم نوريس علي من مدونة تعلم معنا وهذا الفيديو هو الفيديو الثاني ضمن السلسلة انشاء منتدى متكامل في موقع wordpress في الفيديو الاول قمت بانشاء منتدى اسميته منتدى كرة القدم ها هو وبعد انتهاء الفيديو قمت بانشاء منتدى يعت اخرى فقمت بانشاء منتدى كرة السلة وضعت فيه وصف منتدى كرة اليد وضعت له وصف ايضا الدولي الاسباني وضعت له وصف هنا فالان هناك بعض التعديلات انا قمت بانشاء منتدى يات صحيح ولكن لا يعجبني هذا الشكل فيجب ان اقوم ببعض التعديلات التعديل الاول الذي اريد ان اقوم بانشاءه هو اني اريد ان اضع منتدى الدولي الاسباني ضمن منتدى كرة القدم اي دولي الاسباني يجب ان يكون ادنى منتدى كرة القدم وايضا اريد ان احذف منتدى كرة اليد لاني لا احتاجه لا اعتقد اني ساتحدث عن كرة اليد في هذا المنتدى فاذا اليوم سنتعلم التعديل وسنتعلم احذف المنتديات فاذا لنقم بذلك فاذا قمت الان بذهب الى الرئيسية والى صفحة المنتديات ها هي سيتم ادراج كل المنتديات كما هي في الصفحة هنا سيتم ادراجها هنا فقلت اني اريد ان احذف منتدى كرة اليد فبكل بساطة اقوم بحذفها اقوم بتحديدها من هنا واقوم بنقل لسلة المهملات تطبيق الان اصبح منتدى كرة السلة موجود في سلة المهملات يمكنني حذفه للابد او يمكنني استعادته فالاتصال بطيء نوعا ما فاذا هنا كرة اليد فاذا يمكنني استعادة هذا المنتدى اذا اردت ان اعيده او يمكنني الحذفه بشكل كامل اريد حذفه بشكل كامل فاذا اعود الان الى المنتديات كلها فاجد ادي منتدى كرة السلة كرة القدم وادي هنا منتدى الدوري الاسباني بالنسبة لمنتدى الدوري الاسباني اريد ان يكون ادنى منتدى كرة القدم فساقوم بتحريره فاذا عند الدوري الاسباني ساقوم بنقل ادنىه تحرير وهنا في خصائص المنتدى يوجد هنا الأب فيمكنني تحديد المنتدى الذي يتبع له هذا المنتدى هو يتبع لمنتدى كرة القدم لأنه يتحدث عن الدور الإسباني في كرة القدم وسأقوم بالنقر على تحديث بهذا الشكل الآن سأعود لكافة المنتديات فالدور الإسباني الآن هو تابع لكرة القدم الآن إذا قمت بتحديث المنتديات أجد هنا أن منتدى كرة السلة ظهر لدي وكرة القدم ظهر لدي وأدنى منتدى الدور الإسباني إذا قمت بالدخول لمنتدى الدور الإسباني سأجد هذا المنتدى فارغ لأنه لا وجد فيه مواضيع لأنه لم أقم بإضافة مواضيع التعديل الأخير الذي أريد إضافته هنا أني ألاحظ أن منتدى كرة القدم هنا ظهر أدنى منتدى كرة السلة لا يعجبني ذلك أريد أن أضع كرة القدم كترتيب قبل منتدى كرة السلة فسأذهب أيضا لتعديل ذلك فسأذهب إلى منتدى كرة القدم وأقوم بالنقر على تحرير جيد وأذهب لخصائص المنتدى وتحديدا الترتيب هنا وسأعطيه رقم 10 يمكنك أعطائها أي رقم لا مشكلة بعد التحديث سأذهب إلى كافة المنتديات ومنتدى كرة السلة تحرير وأعطيه هنا بالترتيب رقم 20 رقم أعلى من رقم منتدى كرة القدم لأنه أريد كرة القدم أن يظهر أعلى من فوق منتدى أو أعلى منتدى كرة السلة فإذا لاحظوا معي أصبح الآن كرة القدم موجود هنا وأدناه منتدى كرة السلة فإذا بهذا الشكل قمت بتعديل المنتدى الذي أريد عادة ترتيب ظهور المنتديات في الصفحة هنا صفحة المنتديات وأيضا قمت بتعلم كيفية حذف المنتدى إذا أردت مثلا عرض أي منتدى من هذه المنتديات يمكن أن نقر هنا على زر عرض وسيتم عرض هذا المنتدى كل المنتديات فارغة السبب أني لم أقم إضافة أي مواضيع سنتحدث عن إضافة المواضيع في فيديوهات أخرى فإذا انتهى هذا الفيديو أتمنى أنه كان مفيد وألقاكم لاحقا ترجمة نانسي قنقر